معي عبر زوم الآن واحد من أهم الأسماء اللي جات في تاريخ المنتخب البرتغالي نونو جوميز نجمه منتخب البرتغال الأسبق يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتأخذك معي على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 مرحبا بالجميع بمساء الخير أنا سعيد بوجدي معك بالتأكيد عايزة لك في البداية عن كاس الأمم الأفريقية وهل تبعت كاس الأمم الأفريقية الأخيرة ورايك فيها بشكل عام نعم أنا تابعتها كان شهرا جيدا من كرة القدم وبعض الفرق كانت قوية جدا استطعت أن أرى الكثير من التحسن والتطور في أداء المنتخبات الأفريقية والتي عادة ما تكون ليس بهذا الأداء الجيد ولكن رأينا منافسة مع الفرق المفضلة وأعتقد أن هذا هو جزء من تطور الكرة الإفريقية مؤخرا من أكثر المنتخبات اللفتت نظرك أو من المنتخب اللي شفته كان واحد من مفاجآت هذه البطولة أعتقد أن أن المفاجآت بالطبع كانت كانت خروج الفرق المفضلة لأن قبل بدء البطولة الجميع توقع المغرب الجزائر حتى مصر أنهم ربما سيكونوا المرشحون للفوز بالبطولة ولكن في النهاية رأينا أن بعض الفرق كانت مستعدة بشكل أفضل مثل أنجولا والرأس الأخضر قد أدوا بشكل جيد طوال البطولة أعتقد أنهم كانوا أهم المفاجآت ولكن ولكن رغم أنهم عملوا بشكل جيد مع اتحادات بلادهم وأيضا مع الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي ولكن ولكن استطعنا أن نرى وأعتقد أن من هذه اللحظة سنرى توازن بين القوة بين المنتخبات الأفريقية بعد ذلك وبالطبع بعدما رأيناه في البطولة خصوصا في قبل النهائي المنتخبات كانت تؤدي بشكل رائع فأعتقد أن بطولة مثل هذه ستكون في المستقبل مثل الماراثن الذي يجب عليك أن يجب عليك أن تستعد له ولكن يجب عليك أن تتحلى بالحظ كذلك بخصوص الإصابات بخصوص الجاهزية اللاعبين وتوقيت الموسم الذي تلعب فيه البطولة بخصوص الإنذارات بخصوص الإنذارات طوال البطولة الكروت الحمراء فأعتقد في النهاية أن البطولة كانت أعتقد أن البطولة ذهبت لمن يستحق للفريق الفائز الفرق قد أدت بشكل رائع خلال دور المجموعات لم يصدق أحد بعد دور المجموعات أن كوديفار ستفوز وستصل في النهاية وتفوز بالبطولة لأن ما رأيناه لم يوم بأنهم سيصلوا للنهاية ولكنهم واصلوا واستطاعوا أن يحرزوا الأهداف وأن يفوزوا بالبطولة وقد استحقوا ذلك